اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن الزئبة الحمرة او السيستيمي كلوبس اريثيماتوزاس لو انت دكتور وهتمتحن بطنة في اي مكان في اي اتجاه الموضوع ده لا يخلو منه امتحان السيستيمي كلوبس في كل الامتحانات فركز معايا بقى وصحصح الزئبة الحمرة او السيستيمي كلوبس ده مرض مناعي بمعنى ان الشخص المريض بالمرض ده جهاز المناع بتاعه في مشكلة بيهاجم انسجة واعضاء جسمه وبيعمل كورونيك انفلاماتوري كونديشن يعني يعمل التهابات مزمنة في اي جزء من اللي بيأثر عليه والسيستيمي كلوبس ممكن يأثر على اي جزء واي جهاز في جسم المريض لكن من اشهر الاجهازة اللي بيأثر عليها الجلد والمفاصل الكليا المخ والاعصاب والدم او خلايا الدم المرض ده بييجي في الاناس اكتر من الزكور اكتر من تسعين في المية من الحالات سيدات ولما بنكتشفهم بيبقوا في الغالب في سن الخصوبة اللي هو من خمستاشر لخمسة واربعين سنة والمرض ده متفاوت الاعراض بشكل كبير ممكن يبقى حد عنده هذا المرض وماشي كويس والاعراض اللي عنده بسيطة واحد تاني عنده نفس المرض لكن الاعراض عنده شديدة ومؤثر عليه بشكل كبير حتى المرض مع نفس الشخص بيبقى فيه اوقات وايام كويس جدا واوقات تانية بيتعب الشخص شوية ويأثر عليه اكتر والسبب اللي بيعمل سيستيم كلوبس مش معروف تحديدا مش عارفين ايه السبب اللي بيعمل كده لكن بيقولون فيه عوامل جينية وعوامل وراثية واصول الانسان وبعض العوامل البيئية ممكن تكون لها سبب بالنسبة للاعراض فاحنا قلنا ان السيستيم كلوبس ممكن يأثر على اي جزء في جسم الانسان فعلى حسب الجزء اللي بيأثر عليه بتكون فيه الاعراض في حاجة الاول اسمها كونستيتيشنال سيمتومز زي مثلا الفتيج يعني العيان بيبقى تعبان على طول مش قادر يعمل مجهود ممكن أرثرالجيا يعني الام في المفاصل ممكن ويت تشينجس العيان وزنه بيخس وممكن بعد ما ياخد الادوية يبدأ وزنه يزيد عشان طبعا بيبقى فيها كورتيزون وممكن العيان يبقى معها فيفر او ارتفاع درجة الحرارة والفيفر دي بيكون سببها حاجة من ثلاثة يعني المرض نفسه بأصبح نشط يعني العيان جاله عدوى بسبب يا اما المرض او بسبب بعض الادوية اللي بياخدها يعني بعض الادوية عملت للعيان ده تحسس او ارتفاع درجة حرارة نتيجة الادوية يعني اللي هو بياخدها السيستيمي كلوبس ممكن يأثر على الجلد وتي طبعا حاجة مشهورة ممكن يعمل حاجة اسمها فوتو سنستيفتي يعني العيان لما يتعرض للشمس الجلد بتاعه الاماكن المتعرضة للشمس دي ممكن يحصل فيها حمرار يحصل فيها هرش ممكن تقلمه زي اللي في الصورة قدامك ده اللي حمرار اللي في الادين ده نتيجة التعرض للشمس ونلاحظ ان المفاصل بتاعة الاصابع بتبقى مش متأثرة دي حاجة بتميز السيستيمي كلوبس راش كمان المل الراش او الاحمرار اللي بيجي في الوجه في البترفلاي ايريا المنطقة اللي قدامك دي وبرضو ما يميز السيستيمي كلوبس ان النيزوليبي الفولدس دي بيبقى مفاهاش احمرار ممكن العيان يحصل له ديسكويد لوبس ودي حاجة كرونيك شوية وبتبقى بلايك لايك الشكل ده وممكن تعمل سكارينج او ندبات ممكن يحصل موث ألسرز او قرح في الفم وممكن يحصل نون سكارينج الوبيشيا نوع من الصلع كده او تساقط الشعر طبعا فيه اعراض جلدية اخرى لكن مش مخصصة للسيستيمي كلوبس لكن دول اشهرهم شوية مع السيستيمي كلوبس بالنسبة للعضلات والعزام فالعيان ممكن يبقى معاه الام في العزام وممكن يبقى معاه الام في العضلات وممكن يبقى معاه التهاب في المفاصل التهاب المفاصل مع السيستيمي كلوبس ممكن يجي بشكل متساوي على الجانبين يعني يجي في نفس المفاصل على الجانبين واحيانا ما يجيش بالشكل ده وممكن يحصل حاجة اسمها يعني موت العضم زي ما بيحصل في بعض المرضى مع الفيمر عزمة الفيمر وممكن يحصل فيها او كسور مرضية وده يائما بسبب المرض نفسه يائما بعض الادوية برضه المستخدمة في العلاج ممكن تعمل كده السيستيمي كلوبس ممكن يأثر على الكلا زي ما قلنا ممكن يعمل يعني فشل في وظائف الكلا بشكل حاد او يعني بشكل مزمن العيان يبقى عنده فشل مزمن او دائم في وظائف الكلا العيان يبقى عنده ارتفاع في ضغط الدم والعيان جسمه يورم ممكن العيان يحصل عنده فالعيان ضغطه يعلى ممكن نلاقي معاه هيماتوريا او نزول دم في البول ممكن نلاقي بروتينوريا او نزول البروتين في البول كمان العيان ممكن يحصل معاه نفروتيك سندروم برضه نلاقي العيان ووزنه بدأ يزيد ويورم ممكن نلاقي البروتينوريا نزول البروتين في البول وممكن الهايبرليبيديميا او زيادة الدهون في الدم بالنسبة للسي ان اس او المخ والاعصاب فالعيان ممكن يحصل معاه السيجارتز اللي هي تشنجات وممكن يحصل حاجة اسمها سيكوزيز سلوك المريض نفسه يبدأ يتغير ممكن يبقى معاه برانوية او حاجات زي كده وطبعا فيه اعراض برضو عصبية اخرى لكن دول اشهرهم اللي هم مختصين شوية بالسيستم كلوبس بالنسبة للجهاز التنفسي فالعيان ممكن يحصل فيه بلورا افيوجن يعني ارتشاح مية في البلورا الغشاء اللي بيغلي في الرئة وممكن يحصل بلوريسي يحصل التهابات في هذه البلورا والعيان يبقى عنده قلم في الصدر ممكن يحصل نيومونيتس كمان ممكن العيان يحصل له بالمونري هيبرتينشن اللي هو ارتفاع الضغط في الشرايين الرئوية وممكن يحصل انترستيشيا لانج ديزيز في الحالات الشديدة قوي ممكن يحصل هيموكسيز او العيان يكح دم بالنسبة للقلب فالعيان ممكن يحصل معها بيريكارديتس اللي هو التهاب في الغشاء اللي هو مغلف للقلب برضو فالعيان يبقى عنده قلم في الصدر يرتاح مع الوضع او يتغير مع الوضع يعني يقولك اما بععد بستريح اما بنام بتعب او العيان ممكن يحصل معه مايوكارديتس او التهاب في عضلة القلب نفسها وممكن يبقى معاه قلم في الصدر وفشل في وظايف القلب بالنسبة للدم فالعيان ممكن يحصل عنده نقص في اي نوع من كرات الدم فممكن العيان يبقى عنده انيميا كرات الدم الحامرة هي اللي قلت فالعيان يبدأ ينهج ويتعب من اقل لمجهود وضربات قلبه تزيد الاعراض بتاعت الانيميا كلها ممكن كرات الدم البيضة هي اللي تنقص ليكوبينيا وفي الحالة دي العيان بيبقى معرض اكثر للعدوى كمان ممكن يحصل لينفوبينيا كرات الدم اللينفوية هي اللي تقل كمان ممكن ثرومبوسايتوبينيا او الصفايح الدموية هي اللي تقل وفي الحالة دي ممكن العيان يبقى عنده قابلية للنزف وممكن ينزف تحت الجلد كمان ممكن يحصل لينفادنوباثي او تورم العقد اللينفوية ودي اكتر في الاطفال وطبعا الاعراض دي كلها مش شرط تيجي مع بعض مش لازم العيان يجي لك كل الحاجات دي كمان العيانين اللي بيبقى معهم اعراض في المفاصل والجلد دول بيبقوا اقل خطورة شوية اما اللي بيبقى معهم مشاكل في الكلى والمخ والاعصاب دول هما اللي حالتهم بتبقى خطر اكتر شوية لكن بالمتابعة ان شاء الله كل الامور بتتحل والعلاج ان شاء الله كويس لو عايز تعرف ازاي تشخص حالة سيستيمي كلوبس يبقى انت لو بتشرب قهوة روح يعمل كوباية قهوة وتعالى عشان الموضوع دي عايز صح صحة السيستيمي كلوبس مفيش تحليل واحد تعمله يقولك ان العيان عنده سيستيمي كلوبس في حاجة اسمها كريتيريا ودي احدث كريتيريا اتعملت في 2019 هي المناسبة دلوقتي وهي الافضل بيقول انك تعمل للعيان تحليل ANA يطلع ايجابي لازم يكون ايجابي وتجمع عشر درجات من الجداول اللي هقولك عليها او من العناصر اللي جاية دي ولازم يكون فيهم نقطة على الاقل مش تحاليل بس مش تعتمد عالتحاليل فقط لازم يبقى فيهم واحدة العناصر اللي قدامك دي اول حاجة من مثلا الفيفر العيان لو عنده ارتفاع في درجة الحرارة ادي له درجتين اتنين بالنسبة للدم العيان لو عنده ليكوبينيا يعني كرات الدم البيضة قليلة العيان ده بياخد تلاتة العيان لو عنده فرمبوسايتوبينيا يعني نقص في الصفايح الدموية ياخد اربعة العيان لو عنده هوموليوتك انيميا انيميا تكسيرية برضه ياخد اربعة بالنسبة للسي ان اس المخ والاعصاب العيان لو عنده ديليريم يعني عنده هزيان بياخد درجتين العيان لو عنده سايكوزز السلوك بتاعه تغير حصل عنده برانوية او كده العيان ده بياخد تلاتة لو عنده سيجرز او تشنجات بياخد خمسة طيب افرد هو عنده التلاتة موجودين كلهم يعني عنده هزيان وعنده سايكوزز وعنده سيجرز نديله كام نجمعهم على بعض لا بنختار العنصر اللي هو قيمته اعلى اللي هو مثلا السيجرز هو بياخد خمسة يبقى هنديله خمسة يعني لو اجتمعت كزا نقطة في نفس السيستم في نفس الجهاز بنختار الاعلى تقييما فقط بالنسبة للميوكو كاتينياس منفستيشنز العيان لو عنده نان سكارينج الوباشيا بياخد اتنين العيان لو عنده قرح في الفم بياخد اتنين برضه العيان لو عنده ساب اكيوت او ديسكويد لوبس العيان ده بياخد اربعة اما لو كان عنده اكيوت كاتينياس لوبس حاجة زي المال الراش او حاجة زي الدرماتوميوسايتس العيان ده بياخد ستة بالنسبة للسيروزة الاغشية اللي بتغطي الرئة مسلا او بتغطي القلب العيان لو عنده rural effusion او bericardia effusion فالعيان ده ادي له 5 العيان لو عنده acute burcharditis ادي له 6 بالنسبة للعضلات والعزام مثلا التهابات في المفاصل فالعيان ده بياخد 6 وبالنسبة للكلية العيان لو عنده b año بينزل بول اكتر من نص جرام في ال 24 ساعة اد dealers 4 درجات العيان لو عامل عيينه من الكليا رينال بايوبسي وطلعت لك كلاس 2 or 5 2 او 5 فالعيال ده ادي له 8 اما لو طلعت 3 او 4 فالعيان ده بياخد 10 دي بتبقى نتيجة العيانة يعني هو عمل رينال بايوبسي عيانة من الكليا فبيطلع لك النتيجة فبيقول لك ان دي كلاس 3 او كلاس 4 نفريتس مثلا يعني في بعض التحاليل برضو بتعملها وبنشوف العيان هياخد فيها كم درجة ففيه انتيبوديز للانتيفوسفوليبيتس زي مثلا الانتيكارديوليبيين او الانتيبيتا 2 جليكو بروتين 1 انتيبوديز او اللوبس انتيكواجولانت لو اي واحد من الثلاثة دول طلع ايجابي العيان ده بياخد اتنين ولو الثلاثة ايجابي هو برضو بياخد اتنين لان احنا قلنا بناخد نقطة واحدة من كل عنصر كومبليمنت بروتينز بنعمل C3 وC4 لو واحد منهم طلع قليل العيان ده بياخد ثلاثة لو اللي اتنين قليلين العيان ده بياخد اربعة كمان في حاجة اسمها اللي هو لو اي واحد طلع فيهم ايجابي العيان ده بياخد ستة فالعيان بتشوفوا بقى جمع كم نقطة من اللي احنا قلناهم دول كلهم لو جمع عشر درجات بشرط ان فيهم واحدة كلينيكل مع فالعيان ده بيبقى تشخص لكن بشرط ان ما يكونش في اسباب تانية هي اللي عمل الاعراض والمشاكل دي انت عشان تشخص اصلا لازم تستبعد الاسباب الاخرى زي بعض العدوى مثلا زي بعض الادوية حاجات تانية ممكن تعمل نفس الصورة فلما تستبعدها يبقى تفكر في كمان في ملحوظة مهمة جدا ان مش شرط الاعراض والمشاكل دي كلها تحصل في نفس الوقت لأ ممكن على فترات يعني ممكن العيان يجيلوا التهاب في المفاصل بعدها باربع خمس شهور يجيلوا التهابات في عضلة القلب ممكن بعد السنة يحصل مع ديسكويد لوبس ممكن بعد شهرين يحصل انيميا وهكذا مش شرط في نفس الوقت تحصل كل حاجة فانت التشخيص بتاعك بتعتمد على النقاط دي حتى لو مش في نفس الوقت طيب ايه الفحوصات اللي بتعملها عشان تتطمن على العيان بتاعك طبيعي هتعمله صورة دم كاملة او سي بي سي هتعمله الكرياتينين عشان تشوف الكريا هتعمله يورين اناليسيز او تحليل بولت شوف هل في بروتينوريا هيماتوريا سيل كاستس هتعمله ليفر فانكشن تيستس وظائف كبد هتعمله إي 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 س آر و سي آر بي ودول مهمين لو العيان عنده اكتيفتي او نشاط بالنسبة للمرض هتلاقي الإي إي 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 س آر عالي والسي آر بي طبيعي اما لو لقيتهم الاتنين عاليين فلازم تفكر ان في عدوى مع العيان ممكن تعمل سبوت بروتين كرياتينين ريشيو عشان تشوف في بروتينوريا ولا لا هل في بروتين في البول برضو ولا لا وفي تحاليل اسمها اوتو انتبودز دي برضو بتعملها طبعا اهمهم او اشهرهم الـ AMA اللي بيطلع في خمسة وتسعين في المية او اكتر من مرضى سيستيمي كلوبس في بقى الانتي دابل ستراند دي ان اي والانتي سموث موسيلز وفي تحاليل عشان تشوف الانتي فوسفوليبت سندروم اللي بيبقى لي علاقة كبيرة بالسيستيمي كلوبس اللي هو انتي كارديوليوبين واللوبس انتي كواجولانت وممكن تعمل الديريكت كومبس تست لو انت شاكك في هموليتك انيميا بالنسبة للامجينج او التصوير فانت لو عملت اكس راي اشياء عادية على العظام مش هتفيدك كتير لكن ممكن توريك الاستيوبينيا ممكن توريك وغالبا بيبقى مفيش اروجان ممكن تعمل اشياء عادية على الصدر ممكن توريلك البلورال افيوجن ممكن توريلك لو في انترستيشيا لانج ديزيز في بعض الاحيان ممكن تحتاج تعمل اشياء مقطعية على الصدر وممكن لو انت شاكك في بلمونري امبوليزم الانصمام الرئوي او جلطات في الرئة ممكن تحتاج تعمل سيتي انجيو على الشست زي اللي في الصورة دي وتوريلك البلمونري امبوليزم العيان ممكن تعمله ايكو كارديو جرافي اللي هو اشعة تلفزيونية على القلب بيوريك لو في اندوكاردايتس ولا لا هل في اي مشاكل في الصمامات او اي مشكلة اخرى في القلب ولا لا بعض الحالات لو انت شاكك في مشاكل في المخ والاعصاب ممكن نعمل لها العيان لو عنده والمفصل مورم ممكن ناخد عينة من المفصل ونحللها وبتطلع بالمواصفات اللي قدامك دي في حالة العيان لو عنده مع انت شاكك ليكون عنده او عدوى في مخ والاعصاب العيان دي نعمل له او بازل وتحليل سائل النخيع الشوكي في حالة بتلاقي والبروتين كمان ممكن تلاقيه عالي وممكن تلاقي الجلوكوز قليل واخيرا البيوبسي او العينة واشهر عينة بتاخد لمريض الزقبة الحمرة هي عينة الكلة اي عيان عنده او كان عنده قبل كده ومات عليكش بيعمل عينة الا ازا كان طيب انت كدكتور هتطلب امتى العينة يعني تطلب العينة لو لقيت الكرياتينين عمال يعلى وما انتش لاقي سبب اخر لارتفاعه يعني العيان مش مش عنده مفيش قلة سوائل في جسمه مثلا العيان مش بياخد ادوية هي لرفع الكرياتينين العيان معندوش انفكشن هو لرفع الكرياتينين في الحالة دي تعمله عينة من الكلا العيان عنده بريتونوريا بينزل اكتر من جرام في 24 ساعة اعمل له عيانة ممكن لو العيان عنده بريتونوريا نص جرام في 24 ساعة بس معها هيماتوريا بينزل دم في البول او معها سل كاستس العيانة بتاعت الكلية دي هتفيدك كتير جدا في التشخيص وهتوريك هتشوفه هو في اي مرحلة وكمان ممكن تفرق لك بين حاجة اسمها وبين اللي هو زي جلطة او انغلاق اللي ممكن يكون بسبب وفي الحالة دي العيان يحتاج حاجات مضادة للتجلط اما لو كان المشكلة كلها من العيان هيحتاج فالعينة بتفيدك كمان ممكن ناخد عينة من الجلد بتساعد لكن مش بتنطلب كتير لو انت عايز تعرف ازاي بنعالج المريض اللي عنده يبقى لازم تستنى الحلقة الجاية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم